بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية يا رابع اليوم ان شاء الله يمس اخر جزء من درسنا وهو حل المعادلة المفتوحة وحلها ماشي بس ننحل سؤال 7 بننحل هذا السؤال وبننحل سؤال 18 تمام يلا بسم الله مجموع عمري لانا واخيها سعيد 19 عمر لانا وعمر مجموع عمرهم 2 يمس 19 اذا كانوا عمر سعيد 5 هذا يمس عمر سعيد كم رح يكون عمر لانا طبعا هون يمسنا نستخدم رمز الجملة المفتوحة رمز الجملة المفتوحة تمام اذا يمس عمر سعيد 5 كم رح يكون عمر لانا شو العدد يمس اللي بجمع له 5 بيعطيني 19 ممتازين يمس 14 اذا عمر لانا 14 تمام اجد العدد المفقود في كل من الجملة المفتوحة طيب 3 ضرب 4 يمس كم 24 تمام يساوي هلا بدي رقم اضربه ب4 لازم يعطيني كمان 24 ما هو العدد يمس اللي بضرب ب4 بيعطيني 24 وعشرين ممتازين 6 لانا 6 ضرب 4 يساوي 24 طيب 12 ناقص 5 7 ما هو العدد يمس اللي بطرح منه 7 بيعطيني 7 ما هو العدد اللي بطرح منه 7 بيعطيني 7 ممتازين يمس 14 14 ناقص 7 بيعطيني ناتج ترح هذول العددين اللي هما 7 تمام 40 تقسيم 8 5 ممتازين اذا هون كمان لازم يعطيني الجواب كم 5 ما هو العدد يمس اللي بق 30 تقسيم عدد بيعطيني 5 ما هو العدد يمس اللي بق ما هو العدد اللي بيعطيني 5 لما اقسم 30 على عدد بيعطيني 5 ما هو العدد هون 6 6 لأمره 30 تقسيم 6 يساوي 5 لما اقسم العدد 30 على عدد مجهول وبيعطيني 5 بيكون هذا العدد المجهول يا ممس ماذا 6 بيكون العدد المجهول 6 طيب 3 ضرب 4 24 24 طيب ما هو العدد يا ممس اللي بجمع له 14 بيعطيني 24 مباشر يمس بعرف العشرة 10 زائد 14 بيعطيني يمس 24 ممتازين طيب 2 ضرب 4 8 8 لما اقسم 56 تقسيم عدد ما بيعطيني 8 ما هو العدد هون المجهول يا ممس ممتازين 7 لأنه 56 تقسيم 7 بيعطيني كم يا ممس؟ 8 ما هو العدد اللي بجمع له 14 بيعطيني 18 يمس؟ 8 يمس 4 هون العدد المفقود كان 7 العدد المفقود هون كان 7 تمام؟ طيب تمام أجد العددين المفقودين اللي يمثلان حل الجملتين المفتوحتين الآتياتين طيب هون عددين يا ممس إذا ضربتهم بيعطوني 8 وبنفس الوقت إذا طرحتهم بيعطوني 7 ما هما العددان يا ممس اللي بدرمهم ببعض بيعطيني 8 وبنفس الوقت إذا طرحتهم بيعطوني 7 كتير سهل يا ممس تمانية هون واحد فبيعطيني هون كم تمانية طب اطرحيهم يا ممس من بعض بيعطوني 7 بيعطوني 7 إذا العددين المفقودين هون يا ممس 8 ضرب واحد يتساوي 8 أما إذا طرحتهم يا ممس هون بيعطوني كم بيعطوني 7 إذا طرحتهم بيعطوني 7 هيكي ممس بيكونوا إن شاء الله أنهينا درسنا الجملية المفتوحة وحلوها وأي سؤال أو أي استفسار يا ممس ابعتولي على المنصة يعطيكم ألف عافية